دكتور عايزين نبتدي من الأول نقول للناس إزاي يبتدوا يخشوا السنة الجديدة إزاي إزاي يحضروا نفسهم للسنة الجديدة دايماً بتكلم إن إحنا لو تعاملنا مع السنة الجديدة نهاية بالزبط زي الكتاب الجديد أو الورقة الصفحة الجديدة لما نقلب بقى كل الدفاتر القديمة ونبدأ بصفحة جديدة بس وإحنا وقدين بدنا من الحاجات السلبية اللي حصلت في السنة اللي فيتت والخبرات اللي حصلت في السنة اللي فيتت هنعرف قوي 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 نعمل لموفقون من أي حاجة وحشة ونبدأ حاجة جديدة صح والدي بيبقى لها استعدادات نفسية قوية جدا أول حاجة لنا يكون من جواي أصلا عندي استعداد نفسي إن أنا أتغير إن أنا أتغير ده مش معنى أن أنا أتغير وخلاص كده بعشوائية لأن أنا أتغير يعني أتطور فيه فرق كبير بين التغير العادي إن الإنسان حاله أتغير من حال الحال وبين هو أتطور من نفسه وطور من شخصيته طور من الصلابة النفسية أو المناعة النفسية وخلي بالك دي مهمة جدا عشان ندخل سنة جديدة بأفقار وبلان جديدة لازم يبقى عندنا جوانة مناعة أو صلابة نفسية كويسة وأنتي عارفة إن أغلب الناس نفسية بسبب إن هم حالة الاكتئاب مش عارف إيه الدولار غيلي عارفة الضغطات اللي إحنا أحيانا يعني بنقطاحم فيها من غير ما تكون مسببة لنا حاجة يعني الناس دلوقتي بتدخل في الضغطات دي من غير ما تسبب لنا حاجة الموزيع الفراني قال مش عارف إيه الموزيع قالت كذا ما ده درق في إيه يعني ما تعيش حياتك بمناعة وبصلابة نفسية قوية شوية بالضبط